لليوم السابع والتسعين بعد المائتين تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة حيث يشهد القطاع قصفا جويا ومدفعيا وتوكلات برية أصفرت عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين فعلى مدار ساعات الليل وفجر هذا اليوم استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مستهدفة عددا من منازل المواطنين في مدن غزة والمحافظة الوسطى وخان يونس بينما يستمر التوغل الباري شرقية المدينة ومدينة رفح وحيتا للهوى جنوبية مدينة غزة وأصبحت مدن القطاع على وداع الشهداء وجنازات تشيعهم إلى مثواهم الأخير في طقوس باتت يومية منذ عشرة أشهر وفي التفاصيل الميدانية شهدت بلدة القرارة شرقية خان يونس قصفا جويا إسرائيليا بالتزامن مع نسف لعدد من المنازل بعد أن سجلت مدينة خان يونس إحصائية للشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تخطط الثلاثين شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء أما في جنوبي غزة فقصفت قوة الاحتلال عددا من المنازل في حي الصبرى وتل الهوى ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين ولا يختلف الحال في المحافظة الوسطى كثيرا عن بقية القطاع إذ شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مخيم البريج ومدينة دير البلح ما أدى إلى دمار كبير في منازل المواطنين وفي مدينة رفح جنوبي القطاع تشارف العملية العسكرية الإسرائيلية على إتمام شهرها الثالث حيث تشهد المدينة دمارا واسعا في منازل المواطنيين والبنى التحتية بينما يسعى الاحتلال لتوسعة العملية لتطال ما تبقى من الأحياء الشمالية للمدينة وبذلك تستمر معاناة مليوني إنسان في قطاع غزة يتنقلون بين الموت والنزوح والجوع والأوبئة دون أن تلوح في الأفوق أي بارقة أمل في انتهاء هذا الكابوس ترجمة نانسي قنقر